معانا اي تاني اخر سؤال في البس ولا طيب فراشة الوادي سلام عليك شيخ انا من لبنان وبحييك قلنا طريقة تعامل الازواج مع الزوجات وقت الخلاف وظلم الازواج لهم والله سواء بقى كان وقت الخلاف او وقت الوفاق فالعلاقة الزوجية الاصلة ان هي مبنية على المودة والرحمة وده باختصار يعني ايه يعني الزوجة تتفانى في اظهار المودة والرحمة والاحترام والتقدير والحب للزوج وكذلك يتفانى الزوج في اظهار المودة والرحمة والحب للزوجة هذا هو الاصل وخاصة لا يظهر ذلك الا عند الاختلاف لانه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن المنافقين وصف المنافقين بوصف خطير جدا دائما يستوقفني هذا الوصف وهو اذا خاصم فجر الفجر في الخصومة يبقوا حلوين مع بعض وزوجين وريحين وجيين ولما يتخصموا مع بعض يبقى يتعملها باجرام وهي تعامله باجرام هذا لا يصح هذا ليس من اخلاق المسلمين انما الاصل ان احنا نحمل الودة في قلوبنا لهن خاصة عند الخصام والحياة الزوجية لا تخلو من المشكلات ولا من الخلافات يعني لان احنا في الاول والاخر بشر لسنا ملائكة ولا شياطين فعندنا الخلافات وفينا العيوب فيجب على الزوجي ان يقدر زوجته خاصة عند الاختلاف والكلمات الجميلة يعني يبادلها بكل معاني الحب ومشاعر الاحترام خاصة عند الاختلاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي بارك الله فيكم وجعلني الله وإياكم من خير الناس لأهلنا وأحبابنا وبارك الله لنا في زوجاتنا وأولادنا وبيوتنا وطعامنا وشرابنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته